أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب المشيئة والإرادة من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حاصل هذا الحديث أن كل ما للإنسان فإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى أصل وجود الإنسان لأن الله تفضل عليه وخلقه بعد الخلق الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان بنعم كثيرة وجمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعم إنما هي بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن جملة فضل الله فضل الله على الإنسان أن خلق الإنسان مختارا وهذه ميزة كبيرة لأن الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان بالعقل وألهمه فألهمها فجورها وتقواها علمه بفطرته بعقله أن الظلم قبيح وأن العدل حسن وهكذا القبيحات العقلية والحسنات العقلية وأيضا حباه بأنبياء أرسلهم إليه إلى الناس لهدايتهم فاختيار الإنسان هذه نعمة كبرى وفضل من الله سبحانه وتعالى هذه النقطة الأولى في هذا الحديث الشريف النقطة الثانية في هذا الحديث الشريف أن الإنسان إذا استفاد من هذه النعم التي أنعمها الله عليه إذا استفاد في معصية الله فهنا السيئة من الإنسان لا من الله لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا لكن بيّن له وجه الصواب من وجه الخطأ ألهمه علم الفجور وعلم التقوى أي شيء قبيح وأي شيء حسن وهناك أمور لا يتمكن الإنسان بعقله من تمييزها بعث الأنبياء والرسل ليبينوا للإنسان فإذا الإنسان خالف ولم يطع الله سبحانه وتعالى فيما أمره وارتكب السيئات فهذه بسبب السوء اختيار الإنسان فليست السيئات من الله سبحانه وتعالى وإنما السيئات من الإنسان هذه النقطة الثانية والنقطة الثالثة الله سبحانه وتعالى لماذا أولى بالحسنات من الإنسان والإنسان أولى بالسيئات التي يرتكبها السبب في ذلك في هذه النقطة الثالثة يبينها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هذا خلاصة الحديث والهيكل لهذا الحديث الشريف نحن هذه المطالب الثلاثة والنقاط الثلاثة التي ذكرها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام نبينها نقطة نقطة قال أبو الحسن الرضا عليه السلام قال الله يعني هذا حديث قدسي الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن كلاهما نازل من الله سبحانه وتعالى الله أنزل القرآن وكذلك أوحى وحيا غير القرآن لأنبيائه ومن الأنبياء انتقل إلى الأوصياء ومنهم انتقل إلينا الحديث القدسي هو من الله لكن نزل لا ليكون قرآنا لم ينزل للتحدي وإنما نزل لتفسير القرآن أو لبيان مطالب أخرى ليبينها الرسول صلى الله عليه وآله لنا والأئمة عليهم الصلاة والسلام تلقوا علومهم من رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعليون بابها فهذا حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء حل الإنسان إرادة مشيئة أنا وأنت وجميع الناس لنا قوة تسمى الإختيار المشيئة الإرادة الإنسان يريد أن يفعل شيئاً أو يريد أن يترك ذلك الفعل هذه القوة هي قوة مرتبطة بالنفس قوة معنوية هذه الإرادة حل من نفسه يعني الإنسان هو الذي جعل نفسه مختاراً كلا وإنما الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بالاختيار فالإنسان مختار الله سبحانه وتعالى لم يكرهه على الإيمان أو على الكفر لم يكرهه أن يختار طريقة دون طريقة الله حداه يعني بيّن له أرسل الرسل أعطاه عقلاً فهو يقدر يختار الخير الحسنات أو يختار الشر والسيئات يبنى آدم بمشيئتي يعني الله أراد كنت أنت الذي تشاء يعني الله أراد أن يكون الإنسان مختاراً خلقه هكذا فإذن حينما الله أراد للإنسان أن يكون مختاراً حباه بوسائل الاختيار كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء تشاء الصلاة أو ذاك البعيد يشاء مثلاً أن يشرب الخمر لماذا هذا شاء الصلاة ذاك شاء أن يشرب الخمر لأنه له هذه القدرة هذه الملكة التي تسمى الاختيار الإرادة وبقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي زين هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله مختاراً لكن أدوات الاختيار هم أعطاه يعني الله سبحانه وتعالى جعل قوة في الإنسان للتحرك جعل قوة للإنسان لكي يطيع جعل قوة للإنسان بحيث إذا أراد أن يعصي يتمكن من العصيان لا مانع لديه لمرة أنت مثلاً تأخذ واحد وتلقيه في حبس وتغلق باب الحبس عليه لا يتمكن من كثير من المخالفات لماذا لا يتمكن لأنه لا قدرة له وهو في الحبس لكن أنت تخرج هذا الإنسان إلى خارج الحبس فحينئذ يتمكن من أن يخالف ويتمكن من أن يلتزم بالقوانين الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختاراً وأدوات الإختيار أعطاها للإنسان فإذا واحد يصلي لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة الصلاة يتمكن من أن يقوم يتوضع يقف أمام القبل ويقيم الصلاة ذاك اللي يعصي الله سبحانه وتعالى لم يمنعه تكويناً من العصيان الله أعطاه القدرة لكي يطيع لكن إذا هو حول هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لكي يطيع حولها إلى فعل المعاصي الله ما يمنع تكويناً فإذا عصى الله فإنما يعصيه بالنعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه لكنه بسوء اختياره حول تلك النعمة إلى نقمة الله في بعض الآيات القرآنية يشير إلى ذلك مثلا قوله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ الله أعطاهم نعم لكن بدل أن يستفيدوا من هذه النعم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى حولوها إلى نقمة استفادوا منها في معاص الله التي تأول بهم إلى نار جهنم التي هي دار البوار أفرض من باب المثل أب له ابن يعطيه مالا ليتاجر بهذا المال ويكون نفسه يشتري بيات يشتري سيارة مثلا ويتاجر بذلك المال حتى يتمكن من أن يعيش حياة سعيدة غرض العبي من ذلك من إعطائه المال هو أن يكون حياة سعيدة لنفسه زين إذا هذا الابن شال هذا الفلوس وصرفها في المخدرات وصرفها على رفقة السوء وبدد هذه الثروة هو كان عند مال تمكن من أن يستفيد من هذه المال في الإجرام أو في المخالفة لكن هذا المال من وين؟ من أبيه أبوه هو الذي أعطاه هذا المال الإنسان الذي ينظر إلى أجنبية ويعص الله بهذا النظر من الذي أعطاه العين؟ الله أعطاه العين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله أعطاه هذه العين أعطاه هذه العين ليطيع الله بهذه العين لكي يتمكن من أن يعمل ويكد وأن يرى أمامه وأن يبعد عن نفسه المخاطر وأن يعيش حياة كريمة لكن هذا الإنسان حول النعمة إلى نقمة المشكلة فيه وليست المشكلة من تفضل الله سبحانه وتعالى عليه الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القوة الجنسية لماذا؟ لكي يتكاثر نسل الإنسان يتكاثر عن ذلك لكن في ضمن الأطر الصحيحة الأطر المشروعة جنسة إذا فد إنسان إجاء وهذه القوة صرفها في معصية الله سبحانه وتعالى نحن بعد المشكلة ليست من أن الله أعطاه هذه النعمة وإنما المشكلة لأن هذا الإنسان حول النعمة إلى نقمة فإذن الله سبحانه وتعالى حكيم ومن حكمته أن خلق الإنسان مختارا الإختيار يقتضي وجود أدوات الإختيار الله أعطى هذه الأدوات ولكن ليصرفها الإنسان فيما يصلحه لا فيما يفسده فإذا صرفها فيما يفسده فالمشكلة منه لذا الإمام الرضا عندما ينقل هذا الحديث القدسي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وبقوتي أديت فرائضي يعني هذا اللي يصلي يقف القدر على الوقوف الله سبحانه وتعالى أعطاه يركع يسجد يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه يتلو القرآن هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى بهذه النعم تمكن من أن يؤدي الفرائض وفي المقابل وبنعمتي قويت على معصيتي العين نعمة لكن حولها إلى نقمة فعص الله سبحانه وتعالى بعينه وكذلك سائر الأعضاء الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول جعلتك سميعا بصيرا قويا هذه أمثلة لنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وكذلك تمهيد للقسم الثاني والنقطة الثانية من هذا الحديث الشريف الإنسان سميع بصير يعني أدوات المعرفة والإدراك موجودة لأن الإنسان طريقة لمعرفة الأشياء وإدراكها غالبا هو السمع والبصر الإنسان يرى الأشياء فيتعلم يسمع فيتعلم هذه وسائل للإدراك عادة صحيح يمكن واحد يكون أطرش وأعمى ويتمكن من تلقي العلم من طريق آخر لكن هذا طريق قليل جدا ونادر غالبا طريق معرفة الإنسان بالأمور السمع والبصر هذا الطفل الذي يولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هذا الطفل حينما يولد لا يعرف أي شيء جهل مطلق لكن يستمع إلى كلام أبويه ويراه السمع والرؤية تدريجيا تشكل له معلومات أولية فكلما ازداد في العمر ازدادت معلوماته جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لأن العين والسمع وسيلة الفؤاد والقلب هو الذي يتلقى المعلومات ويحلله بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في ضمن هذا الحديث القدسي يذكر آية من القرآن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله أعطاك القدرة وأراك الحق فإذا أنت اتبعته في طاعته فهذه الحسنة التي أنت ترتكبها وتعملها إنما كان بفضل من الله لأن الله هو الذي أعطاك القدرة وبين لك عبر عقلك أو عبر الوحي الذي نزل على الأنبياء بأن هذا هو الصحيح هذا الإنسان الذي يصلي هذا الإنسان الذي يصوم هذا الإنسان الذي يؤوي الفقراء يساعد الفقراء يساعد المحتاجين يعمل سائر الصالحات هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله أعطاه القدرة على فعل ذلك الأمر الحسن وأمره به فلذا حسنات الإنسان هي من شأها من الله سبحانه وتعالى وأما سيئات الإنسان صحيح الإنسان يرتكب السيئة بقدرة أعطاها الله إياه بالأعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها لهذا الإنسان لكن الله أمره أن يستفيد من هذه القدرة ومن هذه الأعضاء في طاعته لا في معصيته فإذا هذا الإنسان خالف الله سبحانه وتعالى وعمل سيئة فهو أولى بهذه السيئة مثل الوالد الذي مثلنا إذا الوالد أعطى ولده مالا هذا الولد تاجر بهذا المال كون نفسه هو شنو يقول والناس شنو يقولون يقولون هذا من فضل أبيه عليه لأنه أعطاه رأس المال لكن هذا الولد إذا صرف هذا المال في الإجرام ماذا يقولون لا يقولون أنه بتقصير من الوالد إذا الوالد ما كان مقصر إنما يقولون هو هذا الصوش الإبن التقصير من عنده بدل ما يصرف هذه الأموال فيما هو في صلاحه صرفها فيما هو في فساده الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة لتصلي فإذا صليت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليك لكن نفس هذه القدرة إذا الإنسان صرفها في قتل الناس صحيح القدرة من الله سبحانه وتعالى لكن هذا الإنسان بسوء اختياره حول تلك النعمة إلى النقمة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صحيح سواء الحسنات أو السيئات الإنسان يتمكن من ارتكابها وفعلها لأنه له القدرة لأن الله أعطاه القدرة الله أعطاه الاختيار الله أعطاه أدوات الفعل الأعضاء الأموال وما إلى ذلك لكن الحسنات تنسب إلى الله لأن الله أعطاه هذه القدرة وهذه الأعضاء وهذه الأموال وهذه النعم ليصرفها فيما يرضيه في طاعة الله في الحسنات وأمره بذلك فلذا هو يكون أولى بهذه الأعمال لكن الذي صرف تلك القدرة والإمكانات والأعضاء والمال وسائر النعم في معصية الله هو أولى بهذه المعصية لماذا؟ لأنه صحيح هذه كلها القدرة والمال والأعضاء وما إلى ذلك من الله لكن هذا الإنسان بالسوء اختياره صرف هذه ليس في وجهتها الصحيحة صرفها في الوجهة الباطلة الفاسدة لذا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ثم بعد ذلك في النقطة الثالثة في هذا الحديث القدسي الذي يرويها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بيان لدليلين بشكل مقتضب ومختصر هذان الدليلان هما أولا وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني الله سبحانه وتعالى هذا الدليل الأول خير محظ لذا الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر ولا يأمر بالشر فعل الله سبحانه وتعالى كله طبق الحكمة والمصلحة يعني الله سبحانه وتعالى إذا عذب الظالمين في نار جهنم هل عمل الله شر؟ كلا عمل الله خير لأن الظالم يجب أن يعاقب فمعاقبته ضمن الحكمة فإذا الله عاقبه عمل الله خير نعم بالنسبة إلى ذلك المعذب هناك شر لأنه هذا يعذب شر لكن شر هو سببه عما فعل الله خير ليس شر لأن أفرض الآن إذا الحكومة العادلة اعتقلت مجرم أو دعته في السجن هل عمل الحكومة خير أم شر؟ نقول أن الحكومة فعلت شرا لأنها ألقت بالمجرمين في السجون؟ كلا نقول أن عمل الحكومة خير نعم بالنسبة إلى ذلك المجرم هو شر لكن عمل الحكومة بالنسبة إليها خير لأنها ألقت بالمجرمين في السجون الله سبحانه وتعالى عمله كله خير إن الله هو خير وعمله خير حتى النقمة التي ينزلها على المجرمين وعلى العصات هذه النقمة خير ولو أن هذه النقمة بالنسبة إليهم شر لكن صدورها من الله سبحانه وتعالى خير محظ المثل في المثال يعني لتقريب الفكرة إذا واحد الآن مثلا أصيب بمرض الطب شخص أنه يجب أن تبتر رجله لازم تبتر لأن هذا المرض الآن ديسري وإذا لم تبتر رجله راح المرض يصل إلى قلبه ويموت فالآمر دائر بين أن تبتر رجله أو أن يموت زيان إذا لطباء شخصوا ذلك وتشقيصهم كان صحيح يصدرون قرار بأنه تبتر هذه الرجل ثم يبترون هذا الرجل هل عملهم شر يعني نقول هذا الطبيب هل يوم ارتكب شر كلا عمله خير نعم هذا الذي بترت رجله يصاب يتأذى صر لمشاكل لكن العمل هو في نفسه وبالنسبة إلى فاعله اللي هو الطبيب يكون عمل خير الله خير وكل ما يصدر منه خير إذن إذا جعل الإنسان مختارا هذا خير وإذا حب الإنسان بقدرة فهذا خير وإذا أمر الإنسان بأن يستفيد من هذه القدرة ومن اختياره فالحسنات فهذا خير وإذا نهاه عن المعصية وعن السيئة فنهيه خير فإذا الإنسان استفاد من هذه القدرة وعمل صالحا فالله أولى بهذا العمل من الإنسان لأنه بقدرة من الله وبأمر من الله لكن إذا هذا العبد خالف وعصى فالعبد أولى بهذه المعصية من الله سبحانه وتعالى لأن الله صحيح الذي أعطى قدرة لكن الله نهاه فهو خالف نهي الله سبحانه وتعالى وارتكب تلك المعصية فهو ذلك الإنسان العاصي هو أولى بتلك المعصية وذلك أني هذا الدليل الأول أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني هذا أولا الدليل الثاني وذلك أني أنني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون الإنسان يسأل عن فعله المسؤول يسمى مسؤول لماذا لأنه يسأل عن فعله الشعب يسأل لماذا فعلتك ذلك الله سبحانه وتعالى كل أعماله تطابق الحكمة ولا خطأ فيها ولا إشكال فيها فماكو معنى أن يسأل أنه لماذا فعلتك ذلك بر السؤال استفهام نريد نفهم العمل صحيح لكن نحن نريد أن نفهم ما يخالف نجي نسأل لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لماذا رزقهم لماذا أمر بكذا لماذا أمر بكذا نروح نحاول نفهم أسباب الأحكام الشرعية هذا لا بأس به هذا ليس سؤالا عن فعل الله سبحانه وتعالى هذا سؤال لإزالة الجهل عن أنفسنا لكن أن تجد حاسبه إنما يحاسب الذي يحتمل يحتمل الخطأ فيه يحتمل الإجرام فيه يحتمل المعصية فيه لكن الذي عمله مئة في المئة صحيح هذا لا يسأل أولا الشيء الثاني الأكبر يسأل الأصغر ليس الأصغر يسأل الأكبر إذا الشعب يسأل الرئيس لأن الشعب هو أهم من الرئيس الرئيس خادم للشعب إذا الشخص يسأل شخصا لأنه أكبر ولأنه المسؤول عليه لذلك يسأله الناس عبيد الله سبحانه وتعالى وأيضا الله سبحانه وتعالى عمله مطابق للحكمة مئة في المئة فلا يسأل عما يفعل العية الشريفة تقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وجه الاستدلال في هذا الحديث شنو هو أن الخير كان بسبب الله تعالى فلا معنى للسعال عن أنه لماذا قدر الله الخير للإنسان الله قدر الخير للإنسان للطفه ولرحمته ليش قدرت الخير للإنسان هذا السؤال لا معنى له جزيلا إذا صارت معصية هذه المعصية لم يرتكبها الله سبحانه وتعالى ارتكبها الإنسان لذلك لا يسأل الله سبحانه وتعالى عن معاصي الناس بل الله هو الذي يسألهم عن معاصهم أعطيتك قدرة أعطيتك سمع أعطيتك بصر أعطيتك أعضاء أعطيتك جوارح أعطيتك عقل أرسلت لك الرسل أرسلت لك الرسل لماذا خالفت الله هو الذي يسأل هذا اللي خالف نجد نسأل الله سبحانه وتعالى لماذا فرعون خالف وعصى فإذن هذا هو الوجه والدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لأن الله هو خير محر وعمله كله صحيح وهو الرب والناس هم المربوبون فإذا الله فعل فعلا فعله مصلحة وحكمة وخير إذا تحققت معصية بسبب الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس فإذن الله بحكمته خلق الإنسان وجعله مختارا وأعطاه أدوات الاختيار وبين له الصحيح من غير الصحيح عمره بالمعروف نهاه عم المنكر فإذا الإنسان أطع الله سبحانه وتعالى وعمل بالحسنات فالله هو أولى بهذه الحسنات لكن إذا الإنسان خالف بالسوء اختياره فهذا الإنسان هو الأولى بالسيئات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبینا محمد وعاله الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة شكرا